السلام عليكم زيك شباب عاملين الاخبار معاكم محمد عبدالفتاح وان شاء الله الفيديو ده هيكون الجزء الاول من شرح برنامج الورد من شهادة ICDL Teacher المفروض الشرح بتاع برنامج الورد من شهادة ICDL Teacher هياخد مننا حوالي 3 اجزاء انا طبعا مفضلش او محبتش ان انا احطهم كلهم في فيديو واحد عشان هيبال فيديو طويل جدا والناس ممكن تميل مني فقلت اقسمه احسن على 3 اجزاء الجزء الاول احنا نبتدي فيه النهاردة ان شاء الله ده المفروض هنتكلم عن الواجه الرئيسي للبرنامج وازاي نقدر اه نعمل تحديد للنصوص اللي مكتوبة في ملف الورد وهناخد برضو ازاي نعمل كافة التنسيقات على اه ملف الورد او على النصوص المكتوبة في ملف الورد بتاعنا اه عشان برضو ما اكتوبوش مني يعني ان شاء الله اول ما نكمل الثلاث اجزاء وننزلهم على القناة بتاعتي هتلقوني حاطتهم في اه البلاي لست هتلقوني عامل بتاعي البلاي لست خاصة ببرنامج الورد وهتلقوني عامل برضو بلاي لست اه خاصة بشهادة اي سيد ايل تيتشر وهذه هي بمحدود هي كافة الفيديوهات الخاصة باي سيد ايل تيتشر بالترتيب لو انت شايفين بقى ان الموضوع مهم بالنسبة لكم يبقى تابعوا معايا الفيديو اول حاجة المفروض تتعلمها ازاي تقدر تفتح البرنامج عشان تفتح برنامج الورد بتروح على قائمة start وتبتدي تدور هنا هل هو مفتوح قدامك لو مش مفتوح قدامك او لو مش موجودها قدامك هنا في قائمة start تبتدي تنزل على search box وتبتدي تدور عليه باستخدام كلمة word لحد ما تلاقيه طالع قدامك في البحث وتبتدي تضغط عليه عشان يفتح معاك البرنامج زي ما انتم ملاحظين معايا هو ده شكل البرنامج بتاعنا المفروض على ايد اليمين الشريط ده اسمي control box لو انا عايز انزل برنامج الورد ده اجيبه تحت هنا عند taskbar واخفيه بالشكل ده اضغط على الاداة بتاعت minimize d فكده اختفى معايا عايز ازهره من تاني باجع روح ضغط هنا تاني هيبتدي يفتح معايا تاني لو البرنامج موجود قدامي بشكل مصغر وده سؤال ممكن يجي لك في الامتحان يجي يقولك انا عايزك تعمل لي تكبير لملف الورد المفتوح قدامك بحيس ياخد مساعة الشاشة بالكامل فساعدتها تضغط على الاداة تاعت maximize d فيبتدي ياخد ملف الورد مساعة الشاشة بالكامل لو انت عايز تقف البرنامج الورد فهتضغط على xd هيعملها close للبرنامج ويبتدي يتقفل معاك في النص هنا مكتب لي document one وده المفروض اسم افتراضي لما بليجي نفتح ملف وورد الاول مرة لسه با انت محافظتوش لسه مسميتوش باسم فيبتدي يحطلك اسم افتراضي فوقه هنا document one لحد ما تبتدي تسمي ملف الورد بتاعك باسم معين وساعتها هيبتدي الاسم اللي انت سميت دي الملف ده يزهرلك فوق هنا والشريت ده المفروض اسمه title bar على ايدي الشمال هنا الشريت ده اسمه quick access tool bar شريت الوصول السريع وظفته ايه وظفته ان انا لو في عندي اداة باستخدمها باستمرار فكل ما في الامر اقدر اضيف الاداة دي على الشريت ده فبدل موعد ادور على اداة دي من وسط الادوات الكتيرة دي لا بضبحتها هنا قدامي فموز استخدمها اضغط عليها ابتدي استخدمها على طول طب ازاي اقدر اعمل الكلام ده right click على الاداة اللي انت عايز تضيفها على الشريت ده كده مسلا وقول له add to quick access tool bar اروح ضيف هالك هنا عايز تشيلها من الشريت right click عليها وقول له remove from quick access tool bar نجي بقى للشريت اللي تحت بقى الشريت اللي تحت بقى جماعة اسمه شريت الربون بيتكون من مجموع التبات كل تابه من التبات دي بتتكون من ادوات واوامر يبقى الشريت ده كده اسمه شريت الربون وده سؤال ممكن يجيلك يقولك فين موقع شريت الربون في برنامج الورد فتضغط على الشريت ده اه ساحات برضو بيتجيلك سؤال بخصوص شريت الربون يجي يقول اعمل تصغير او اخفي لي شريت الربون ده فالسهم ده اضغط عليه ضغطة هتلاقي الشريت اختفى معاك تب ازاي يظهره تاني اضغط على اي تابه من التبات دي هتلاقيه ظهر معاك بس هتظهر لك مشكلة هنا انك لو ضغطت على اي مساحة فضية هنا هتلاقي الشريت ده اختفى تاني تب ازاي يظهره على طول اضغط على اي تابه من التبات بعد كده اضغط على رمز الدبوس ده. نروح بعد كده اه في التابة بتاعة فايل دي واحدة من التابات المهمة جدا. التابة دي موجودة في موجودة في اكسل موجودة في باور بوينت. هي هي مفيش اي تغيير فيها تمام. طبعا دي المفروض برضو هشرحها معاكم. نيجي هنا المفروض فيه اداة مهمة جدا هي حالان مختفاية عندي. الادا دي اسمها الرولر او المسطرة. ازاي اقدر ازهر الادا دي? كل بساطة من تابة view. هتلاقي هنا رولر. تعمل علامة صحة البوكس بتاعها فابتدي يظهر لك الرولر او المسطرة دي. وظيفتها ايه? وظيفتها انها بتعرفني انا هكتب من فين لفين. يعني انا هنا معرفاني ان انا السطر بتاعي هكتب من هنا لحد الادا دي كده هنا. الجزء اللي فوق من هنا لهنا ده كده هوامش فراغ. الجزء اللي على ايدي الشمال واليمين ده كده هي بهوامش فراغ. لما اتيجي تطبع ملف الورد هتلاقي الورقة اللي طلعه لك المساحة دي من هنا لهنا فراغ ابيض هنا من هنا لهنا فراغ ابيض. كذلك هنا فراغ ابيض. فدي بتعرفني الهوامش بتاعتي تان. وكذلك بقدر العب في الهوامش من خلال المسطرة دي وده اللي احنا هنتعلمه قدام ان شاء الله. آآ نيجي بعد كده تحت مكتب لي المفروض الادا دي ووظيفتها تعدي لي عدد الصفحات اللي انا بفتحها في ملف الورد ده. وكمال بتقول لي انت واقف عند الصفحة الكام من بين كم صفحة مفتوحين في ملف الورد. يعني لو انا فاتح عشر صفحات واقف عند الصفحة التانية. فيقول لي انت واقف عند الصفحة التانية. انت واقف عند الصفحة التانية من بين عشر صفحات مفتوحين في ملف الورد ده. الاداة اللي جنبها ودي المفروض بتهدي لي انا كتبت كم كلمة. في واحد ممكن يبص كري يقول ايه الاداة اللي مالهاش تلاتين لازمة دي. لأ هي لها لازمة لناس معينة. انا دلوقتي لو واحد بكتب مقال. ومطالب ان اكتب مقال مكون من خمسين كلمة. فلازم يبقى متوفر قدامي اداء بتاع دي الكلمات اللي انا بكتبها. هنا طبعا دي خاصة بالقاموس. قاموس المفروض ان احنا برنامج الورد جواه قاموس. هنا دي المفروض دي اداء خاصة باللغة بتاعتنا. آآ الادوات دي دي ادوات خاصة بالعرض. هنعرفها قدام ان شاء الله. ودي اداة خاصة بالزوم او بالتقريب. آآ اللي هو موجود في الصور في التليفونات والحاجات دي كلها. ودي برضو هنستخدمها قدام. ده كده بشكل مبسط الوجهة بتاعتنا بتتكون من ايه. آآ نيجي بقى نروح على تاب فايل. نعرف ايه النقاط اللي موجودة فيها. اول حاجة عندي هنا سيف وسيف از. الاتنين متعلقين بحفظ الملف. واحدة منهم اللي هي سيف از لو جيت استخدمها هتقوم لي بدور آآ انت عايز تحفظ الملف فين باسم ايه بصيغة ايه? يبقى لو انا عايز احفظ الملف في مكان معين باسم معين بصيغة معينة هستخدم سيف از. طب دور سيف ايه? دور سيف المفروض لما انا اكتب اي بيانات جديدة على ملف الورد بتاعي. تمام ملف هو اساسا محفوظ عندي في فولدر ما وجد فتحته. وامتجي ضايف جملتين. عايز احفظ الجملتين دول فابراح يقول له سيف. فيبتدي يحفظ لي بجملتين في مكان الحفز بتاع الملف ده. يعني مش بيعمل لي ملف جديد وبيحفظ لي ملف جديد في مكان تاني. لا دورها. اي انت بدخله على ملف الورد بتاعك دورها انها تحفظ لك الابديت ده او التحديث اللي انت عملت لها. لكن هنا في نقطة مهمة. لو انت فاتح ملف الورد الاول مرة ولسه ما حفزتوش في اي مكان. فهتلاقي سيف بتقوم بنفس دور سيف از اللي هو ايه? اللي هو هيبتدي يسألني انت عايز تحفظ الملفين باسم ايه? بصيغة ايه? طب تعالوا نجرب مع بعض الكلام ده. هضغطين على سيف از. فهيبتدي يفتح لي البوكس اللي انت هتشوفوه دلوقت ده. البوكس ده من خلاله مفروض ابتدي احددله. انا هاحفظ الملف في فين بالزبط. ابتدي ادور هنا مسلا اقول له احفظ هولي في الدي. طب عايز احفظه اه افتح فولدر جديد واحفظه جواه. فهلاقي هنا نيو فولدر. هضغط عليها. وابتدي اكتب مسلا كلمة. وورد. اي سيد ال. تمام. اجي هنا بقى الفايل نامت عايز تحفظ الملف ده باسم ايه? هقول له. واجه هنا تحت. انت عايز تحفظ الملف ده بصيغة ايه? فا اه الصيغة الاساسية اللي هي وارد دوكيمنت دي. والصيغة برضو المشهورة بدي اف. يعني لو انت بتعمل سي بي مسلا وعايز تحفظ السي بي ده بصيغة بدي اف فممكن تختار من هنا بدي اف هتحفظ معاك بالصيغة. طبعا انت في الامتحان بتاع الاي سيد ال او الاي سيد ال تيتشير بيجي يقولك ايه انا عايزك تحفظ لي الملف اللي مفتوحه قدامك ده باسم كزا بصيغة كزا في المكان الفلاني. تمام? بس هات طبعا هتستخدم سي باس. وبعد كده بعد او خلصت قوله سي. طيب انا مش هسايف دلوقتي وتعالوا نشوف لو استخدمت سي. هل هيفتح لي نفس البوكس? اضغط عليها. فتح لي نفس البوكس. ليه? لان انا لسه ما حافظتش الملف بتاعي في مكان معين. طيب تعالوا نجرب نحفظه في مكان معين ونشوف دورها يبقى عمر ازاي? انا احفظه هنا باسم وارد. هدي سيف. تعالوا نجرب ندوس على سيف تاني. نشوف هيدين ايه? نفتح ليش البوكس تاني. ليه? لان هو وظيفته دلوقتي حفظ اي حاجة انا بعدلها او اي حاجة اضيفها على الملف اللي اسمه الورد. نيجي بعد كده ودي انا بستخدمها عشان ابتدي افتح ملف هو بالفعل متخزن عندي في جهاز الكمبيوتر بتاعي. ابتدي ادور بقى انا ملف الورد ده انا حافظه هنا بالزبط. اقف عليه واقول له اوبن بايبتدي يتفتح معي. نيجي بعد كده عندي ودي طبعا عشان تقفل لي ملف الورد. بعد كده انفو. انفو دي المفروض بتجيب لي معلومات عن ملف الورد اللي انا فتحه حاليا. اه حجمه ايه? مكون كم صفحة كم كلمة احنا اه كريتنا امتى عملنا امتى? اخر واحد عدل عليه كان امتى بالزبط? تمام? كل دي معلومات عن ملف الورد. ودي المفروض جواها ملفات الورد المفتوحة حديثا. اي ملف وورد انت فتحته حديثا بيبدأ يتخزرنك هنا امتى فتحت ملف الورد ده. بعد كده نيو. ودي مخصصة لفتح ملف وورد جديد او فتح قالب من الاوالب الجهزة اللي موجودة على برنامج الورد. نجرب الاول نفتح ملف وورد جديد وعاك نشوف قصة الاوالب الجهزة. لو انا عايز افتح ملف وورد جديد. نيو بعد كده بلانك. دبل كليك عليها او اوف عليها بعد كده من هنا. فهبتدي يفتح لك ملف وورد جديد. طيب بالنسبة الاولب الجهزة ايه قصتها? انا بيبقى عندي اولب جهزة. اه اسطايل معين كده تمام لموضوع ما. ابتدي انا افتح الاسطايل ده وابتدي عدل على الكلام اللي موجود جواه وحط الكلام بتاعي. هاجي هنا مسلا بيجي يقول لي برضو وده برضو على فكرة سؤال في الامتحان يجي يقول لك افتح لي قالب. تمام? اه اسمه سين. فهتبتدي تدور انت على الالب اللي اسمه سين. فعشان تفتح الاولب الجهزة تيجي من هنا وتختار. هتلاقي كل دي اولب جهزة. شوف اسم الالب اللي لقائلك عليه وضغط عليه وفتحه. اشهر حاجة بتجيلك الوري اللي تضغط عليه. تقول لك هابتدي يفتحه لك. وبتدي انت بقى بتشيل الكلام اللي مكتوب هنا وتحط الكلام بتاعك. اي جملة تقف عليها. فبتتحدد وتبتدي تكون جهزة عشان تمسحها وتكتب الكلام بتاعك انت. يبقى ده كان الاولب جهزة. وبالنسبة برضو يا جماعة للاولب جهزة انت لو انت عايز تعمل سي في ولا حاجة. هتلاقي اولب جهزة خاصة بالسي فيهات. يبتدي دور عليها او من بره هنا. ممكن تكتب هنا كلمة سي في. فهو مفروض هيبتدي يدور لك على السي فيهات المتاحة قدامه اونلاين. وتبتدي تختار السي في اللي انت عايزه وتعدل طبعا على البيانات اللي مكتوبة فيه. اه نيجي بعد كده عندي ودي خاصة بالطباعة. لسه هنتتطرق ليها في اخر الكورس ان شاء الله. اه وفي عندي برضو فيها كام نقطة كده مهمة خاصة ببرنامج الورد والسيتنج بتاعت برنامج الورد. اه ده كان اه الجزء الخاص بالي اعتبر بالوجهة. اه نيجي بقى ننوه لكم نقطة مهمة خاصة بالكتابة على الورد. المفروض لما تيجي تكتب على برنامج الورد تسأل نفسك سؤال انت عايز تكتب عربي ولا انجليش. عايز تكتب من اليمين للشمال ولا من الشمال للمين. ففي عندنا لو عايز تكتب عربي او انجليش. قلت شفت من الكيبورد تبتدي يحول لك اللغة. او ممكن تيجي تحت هنا وتبته تختار لغة الكتابة اللي انت عايز تستخدمها. طب لو انا عايز اكتب من اليمين للشمال او من الشمال للمين. كنترول شفت يمين ينقلك المؤشر بتاعك ناحية اليمن. او اتنقل ناحية اليمن. كنترول شفت يانقلك المؤشر ناحية الشمال. عندك بردو الاداة دي لو ضغط عليها تنقلك المؤشر ناحية اليمين. الاداة دي لو ضغط عليها تنقلك المؤشر ناحية الشمال. دي جزء مهم جدا خاص بالكتابة على برنامج الورد. هتيجوا هتبتدوا بس معايا تكتبوا. يساوي. تفتح خمسة. خمسة. عشان يكتب لنا النص ده. هنيجي مسلا لو انا عايز احدد السطر الاول. هجأ بالجنب بالشكل ده. واول ما لاقي السهم بتاعي او المؤشر بتاعي. اتغير شكله. هضغط ضغطة واحدة. هيعلملي على السطر الاول. عايز اعلم على اكتر من سطر. ممكن. ضغطة وانزل بالشكل ده. حابب اعلم على الفقرة بالكامل. هضغط تلات ضغطات بزرار ماوس الشمال. بالشكل ده. اعلملي على الفقرة بتاعتي بالكامل. حابب اعلم على كلمة. دبل كليك على الكلمة اللي انا عايز اعلم عليها بالشكل ده. هيعلملي عليها. في جملة معينة عايز اعلم عليها. هقف كده مسلا في نهاية الجملة. واضغط ضغطة. واسحب ايدي بعد كده بالشكل ده. حابب اعلم على ملف الورد بالكامل. هتضغط على كنترول ايه. هيعلملك على الملف بالكامل. كمان ممكن تقف هنا وتضغط على زرار الشفت مع سهم يمين. هيحدد لك حرف حرف بالشكل ده. حابب تحدد كلمة كلمة. هتضغط على كنترول مع شفت. وسهم يمين هيحدد لك كلمة كلمة. لو ضغط كنترول مع شفت وسهم التحت. هيحدد لك فقرة فقرة بالشكل ده. لو عايز تروح لنهاية الملف بتاعك هتضغط على كنترول من الكيبورد مع زرار الاند. حابب تطلع لبداية الملف بتاعك وبا كنترول ومع زرار الهوم الكيبورد. تمام ده كده كانت القصة بتاعت التحديد. هنخش بقى للموضوع بتاع تنسيق. على سبيل المسال لو انا عايز اغير شكل الخط بتاعي. فملف وورد او برنامج وورد ما ديني اشكال للخطوط كتيرة جدا. هعمل كده مسلا كنترول ايه على كل النص بتاعي عشان يحدد لي الكلام اللي مكتوب في ملف الورد ده. وهروح هنا مسلا. وابتدي اشوف الخط المناسب ليا وابتدي اختاره. ده ما انتم شايفين معي الخطوط. شكلها بيضغير. لو عاجبك ده هتضغط عليه وخلاص كده هيفضل شكل الخط بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو انا فرضنا عايز اقبر حجم الخط شوية فهروح هنا. عند الفونت سايز. واشوف حجم الخط المناسب ليا وابتدي اختاره. او ممكن من خلال الايه الكبيرة دي. وابتدي اضغط بالشكل ده. مهم? او ممكن اصغر بالشكل ده. كمان لو انا مسلا عندي السطر الاول ده حابب اعمله الخط بتاعه سيكون سميك شوية. فهضغط على من هنا. زي ما انتم شايفين معي السطر الاول ده ده يعتبر الحروف بتاعته اطخن من اه بقية الكلام المكتوب في ملف الورد ده. حابب اخلي الخط ميل فهضغط على حرف الاي دي اللي هي اسمها اتاليك. حابب احط خط تحت السطر الاول ده. فهضغط بالشكل ده. كمان لو ضغطنا في السهم الصغير ده هنلاقي مجموعة اشكال لخطوط ممكن تتحط تحت السطر اللي انا محدده. تمام? ده مسلا حابب تشيل الخط ده هتضغط هنا وتقول له من. هيتشيل معاك. كمان تقدر تحط خط في وسط الجملة. يعني هنا مسلا كتب لك اي بي سي. ووسط اي بي سي فيه خط محبوط. لو ضغطنا كده. حطيلي خط على الجملة اللي انا محددها. فرضا هنيجي نكتب هنا اه عارفين المعادلات اللي بتبقى في الكيميا اللي هي C O. TOO مثلا. المفروض ان TOO دي بتبقى نازلة. لما بيجي يكتبوا المعادلات بتلاقي رقم اثنين ده بيبقى نازل لتحت شوية. ده بيبقى اسمه سبسكريبت. فالسبسكريبت عندك اللي هو اكس واتنين بتاعتها نازلة لتحت كده. فهتضغط كده. زي ما انتم ملاحظين معايا. ممكن نكبرها شوية. C O. TOO بالشكل ده. انشالها. وهناعمل مسلا. عارفين انتو بقى اللي هي بتبقى قصة اثنين والحاجات دي اللي هي بتبقى في في الرياضة. هنا مسلا هارف دي اسمها سبسكريبت اللي هو هتكتب مسلا اه ايه والرقم اللي مكتوب جنبها مسلا اه مرفوع لفوق بالشكل ده. بتضغط عليها لو عايز تحط رقم او تحط حرفة او اي حاجة ويكون مرفوع لفوق كده فهتضغط على اكس اتنين دي. كمان فيه من ضمن الاختيارات عندك هنا اه فيه حاجة اسمها دي بتزبط لك الحروف في الكابتال بتاعت الجملة بتاعتك يعني على سبيل المسال انا لو ضغطت هنا على اول اختير عندي اللي هو حاجة 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 المفروض ان هو هيعمل لي اول حرف من اول كلمة في الجملة بتاعتي هيخليه لي كابيتل تمام? في الاختيار اللي بعد كده مسلا ده خلالي كله سمول الاختيار اللي بعد كده ابر كيس مخليلي كل الحروف بتاعتي كابيتل زي ما انت شايفين معايا كده هنا كابيتلايز اتش وورد هنضغط عليه تم خليلي عند كل كلمة اول حرف فيها كابيتل يعني الفيديو هنا البي كابيتل بروفايدس هنا البي كابيتل الايه هنا لأيه هنا عشان فيه مسافة ابريبة بعدها فهي هو كده محسبها لي كانها كلمة يعني فاعمل لي الحرف ده كابيتل وباورفول بتاعتها كابيتل وفي دي اه دي هنا بيقول لي من خلال اه تريت الكتابة بتاعته دي ان اول حرف مفروض هيبقى سمول اول حرف من الكلمة هيبقى سمول وباقية الكلمة هتبقى كابيتل شايفين ازاي يعني الفيديو هنا البي سمول وباقية الحروف بتاعتها كابيتل انت مفروض بتشوف بقى انت عايز تزبطها ازاي وانت بدميرك يعني كمان وانت بتكتب مثلا القصة بتاعت الكابيتل دي انت ممكن تضغط على الكابسلوك من الكيبورد وتبتدي تكتب اي حاجة تكتبها اه تلاقي الحروف بتاعتها كابيتل حابب تعمل الحرف الاول بس فاها تضغط على الكابسلوك كنت بتكتب الحرف الاول بعد كده تضغط تاني عشان تشيل الكابسلوك وتبتدي تكتب بقية الكلمة هتبقى معاك سمول او ممكن تضغط على زرار الشفت مع الحرف اللي انت عايز تكتبه كابيتل هيكتب معاك كابيتل بالشكل ده وتشيل ايدك من على زرار الشفت تبتدي تكتب بقية الحروف فهيكتب معاك سمول بقية الحروف كمان من ضمن الاختيارات عندي هنا في التنسيق انك ممكن تغير الالوان بتاعت الجملة اللي انت معلم عليها بالشكل ده تشوف المناسب وتختاره تمام حابب تشيل الكالر ده هتضغط على اللي سود عشان ترجعه تاني باللون اللي سود كمان ممكن تخش هنا على مور كالرز من هنا هو هتلاقيه هنا مسلا آآ اللون الاحمر هتلاقي منه درجات البرطاني هتلاقي منه درجات كمان لو اخترت مسلا اللون ده في حاجة اسمه جريديانت بيدخلك لونين في بعض لو هنا مسلا هتلاقي اللي صفر غامق آآ على فاتح زي ما مرسوم لك هنا كده مسلا كمان ممكن يجي برضو يطلب منك آآ انك تعمل يعني في الامتحان بتاع الاي سي دي اللي وانت داخل الامتحان هيطلب منك انك تعمل هاي لايت على الجملة اللي انت محددها او الجملة اللي هيقول لك عليها فتروح على الادا دي بتبتدي تشوف انت عايز تعمل هاي لايت فين بالضبط تمام عايز تشيلها تروح هنا وتختار نو كالر طبعا انك مفروض بيقلبها معاك الادا بالشكل ده و لو قلبها معاك بالشكل ده فانت مفروض بتضغط ضغطتين وتفضل تمشي كاينك بتحدد لحد ما يشيل الهاي لايت اللي معمول عايز تشيل الادا دي اسكيب من الكيبورد هنعلم هنا دي برضو برضو بيعملي الاشكال اللي هي محطوطة قدامي دي فلنفترض اللي انت عملت كزا فورمات مسلا على جملة موينة وعايز تشيل الفورمات ده فانت هتعلم على الجملة دي وهتروح على الادا دي اسمها clear format هنضغط عليها شل كل التنصيقات اللي انا كنت اعملها على القملة مجموعة اللي احنا اخدناها دي بتاعت الفورمات والمجموعة التانية دي اللي احنا اخدناها لها مكان تاني نقدر آآ نستخدمها منه هو عن طريق البوكس لونشر ده هنضغط عليه من هنا مسلا ده هيجيب لي كل الجزء اللي انا تعلمته ده الجروب ده بالكامل هيجيبهولي تمام انت لو عايز تختار نوع الخط هتختار من هنا ودي استخدمناها من هنا آآ الكلام ده كله وده اللي احنا استخدمناه هنا برضو هتختار من هنا بتاعك من هنا آآ الجزء بتاع آآ طبعا انتو لو ما بتيجي تختاروا اي حاجة هو اللي عندكم تحت ده بيبين لكم الحاجة اللي انت اخترتها هيبهشكلها عامل ازاي في الجملة بتاعتك تمام؟ في دابل سترايك سرو في سابسكريبت كل ده احنا شرحناه تمام؟ تمام؟ هي بالخط بتاعك او كلام بتاعك بالشكل ده بالشكل ده لو عايز تخفي كلمة موينة فهتضغط عليها من هنا هتخفي لك الكلمة وبعدها بتختار التنسيقات المناسبة لك من هنا بتضغط على اوكي بعد كده بيسايف معاك الحاجات اللي انت اخترتها دي مسلا جملة عندي ودي بمفروض هنفترض مسلا ان دي اه التايتل بتاع الفقرة دي وانا التايتل ده عايز اجيبه في النص نص الصفحة هنا كده فهضغط على هنا كده في النص هاجيب لي التايتل بالشكل ده عايز يجي مين شوية فهضغط عليه ايجي هنا بالشكل ده عايز ارجعه تاني هضغط عليه هنا اه في مسلا الاداية بتاعت دي ضحزوا معي ايه الا هيحصل هعلم مسلا على الفقرة دي وهروح هنا عند وعملها هاي هو بيزود لي المسافات اللي ما بين كل كلمة والتانية بس في حدود الهوامش بتاعت يعني الهوامش بتاعي من هنا هنا كده فهو في حدود الهوامش بتاعت اليمين والشمال بيبتدي يزبط لي اه الكلمات المكتوبة بيزبط لي المسافات بتاعتها وكل ما بيزبط لي المسافات طبعا كل ما بيزود في المسافات كل ما زود عندي في عدد السطور هنضغط هنا مثلا خلاجها سفاي عادي كمان لو انت عايز تزبط المسافات بين السطور كنت بمقاسات معينة فهتعلم على الفقرة اللي انت عايز تزبطها تروح داخل هنا عند line عند paragraph spacing وتبتدي تزبط هنا المسافات ما بين السطور زي ما انتم ملاحظين معايا الفقرة اللي انا محددها هو دلوقتي بيزبط لي المسافات بتاعتها بالشكل ده كمان ممكن تزبط المسافات ما بين الparagraph يعني ده كده مفروض عندي اسم paragraph فهضغط هنا add space before paragraph وهو كده مفروض لما اختارها هيعمل لي مسافة اه ما بين الparagraph ده والparagraph اللي قابله طالما before فهيعمل لي مسافة spacing تمام قبل الparagraph اللي انا محدده ولو after تمام مفروض هيعمل لي مسافة ما بين الparagraph ده ولا بعديه بس انا عشان كنت اعمل اه مسافة space بعد الparagraph فظاهر لي هنا remove space after paragraph فهضغط عليها عشان لي ال space اللي انا كنت اعملها قبل كده كمان لما بتيجي تكتب انت انت مفروض بتحدد بتاع الكتابة بتاعتك انت هل انت عايز تكتب من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين فالاختيار ده انت معاك control shift يمين عشان هتكتب من اليمين control shift شمال عشان تكتب من الشمال يعني لو ضغط control shift يمين نقل لي الجملة اللي انا محددها بالشكل ده control shift شمال نقلها بالشكل ده طبعا قبل ما تكتب الجملة انت ممكن تحدد control shift يمين وتبتدي تكتب يعني على سبيل المثال هنا control shift يمين فراح ليمين وجاهز ان انا اكتب اي حاجة اضغط control shift شمال راح المواشر نهت الشمال وجاهز ان اكتب اي حاجة من الشمال لليمين كمان فيه هنا ادتين محصوصين عندي هنا لو انا حابب ان نكتب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين هما الادتين دول يعني هضغط هنا كده مثلا تمام نقل المواشر ناحية اليمين وجاهز ان نكتب من الجنب ده عايز اكتب لا من الشمال لليمين فهضغط على المواشر ده بالشكل ده ممكن واحد يسأل مسلا سوال يقول لي تب انا مش عارف نهاية الفقرات من فين لفين بس الضبط ففي اداة عندك اسمها hide and show هتضغط عليها بالشكل ده هيعملي في نهاية كل فقرة او هحطيلي في نهاية كل فقرة الرمز ده تمام ده بيعرفني ان دي كده نهاية الفقرة وفي نفس الوقت انت لو بتيجي تكتب مجموعة كلمات او جملة مفروض ما بين كل كلمة والتانية بتاخد space مسافة المسافة اللي انت بتاخدها دي هو بيعمل هالكة وبيحسبها على انها dot نقطة هتلاحظوا معي ان فيه نقطة ما بين كل الكلمة والتانية. حابب تشيل الاداة دي هتضغط عليها من هنا تاني. اه ممكن يجي يقول لك برضو في الامتحان اه حدد لي مسلا الفقرة دي حطها لجوه border يعني اعمل لي حدود. حدود يعني ايه هنفهمها بس وانحنا بنطبقها هتخش هنا عند border. المفروض ان هو بيجي يقول لك مسلا اسم border اللي انت هتعمله ايه? في الغالب هو يجي يقول لك outside borders اللي هو اه بوردر خارجي. فتضغط هنا كده مسلا. وادي بالشكل ده. ممكن يجي يقول لك مسلا البردر اللي انت عملته ده خليلي بتاعه الجزء ده. اعملهولي بلون. بتروح على الشايدنج دي. وتشوف اللون اللي انت عايزه وتختاره بالشكل ده. كمان من ضمن الاختيارات اللي عندك هنا اه انك تزبط اه الهوامش بتاعت بداية الجملة بتاعتك. يعني دي مسلا الجملة عندي. تمام? بص الهامش بتاع بدايتها جاي من هنا. انا مفروض كتب الجملة دي من الشمال اليمين. مش من اليمين للشمال. فالهامش بداية الهامش بتاعها من هنا. بص لما هضغط على الاداة دي ايه اللي بيحصل? تمام? هو يعتبر بيقوم بدور اللي هو حتل الجملة دي مين او شمال او في النص. بس في نفس الوقت هو هنا بيزبط لي الهامش بتاعك. السطر ده انت مش تعرف تكتب حاجة مسلا في الجزء ده. مفروض ان السطر بتاعك بادئ من هنا. حابب ترجع تاني. تمام? اه اه حابب برضو اه تستخدم انت الرولر المصدر اللي من فوق دي عشان تزبط الهامش بتاعتك فممكن تضغط هنا بالشكل ده. تمام? انت كده بتزبط الهامش بتاعك بتقوله ان انا الجملة اللي انا كاتبها في السطر ده اخرها من هنا لهنا. هو طبعا لما بيجي يوصل اه لجزء من الجملة اه لو وصل لنهاية الهامش بتاعك ده فهو اوتوماتيك بينزل للسطر اللي بعديه. لو انت عايز تزبط ده الهامش بتاعت ملف الورد بالكامل تمام? فانت هتضغط على من هنا وتبتدي مسلا تلعب في الجزء الرماضي ده كده. الجزء الرماضي ده تلعب فيه بالشكل ده. تبتدي تسحب دي كده. تبتدي تسحب دي كده. تشوف انت الشكل المناسب ديك وتبتدي تزبطه. كمان من ضمن الاختيارات عندك هنا فرضا اه هنعمل هنا هنحط مجموعة اسماء دي مسلا مجموعة اسماء عندي. هعلم عليها بالشكل كده. لو انا عايز اعمل اه ترتيب لمجموعة الاسماء دي. تمام? من الصغار الكبير او من الكبير الصغير. هضغط هنا على الاداة دي. هيفتح ده. وهبتدي اقول له لو يجبه من الصغار الكبير. هو طبعا بيبص الاول حرف في الكلمة. تمام? ويشوف ترتيبه ايه في الحروف بتاعتنا. اه يعني هنا مسلا بيبص على سهيلة هيبص على اول حرف اس. هل الاس قبل الايه بتاعت اية ولا قبل الان بتاعت نادا? تمام? وهو بيزبطها. فانا مسلا اقول له هنا اعمل هاي من الكبير للصغير. تمام? فيه برضو من ضمن الاختيارات اللي عندك. فيه لو انت عايز الاختيار ده اسمه لو عايز تحط نقطة. تمام? طبعا البولت دي بتفيتنا لو انت مسلا عندك اه الكلام اللي انت بتكتبه داخل ملف الورد او النصوص اللي انت بتكتبها عبارة عن مسلا اه فاقرة او عنوان وتحت منها مجموعة نقط. تمام? فانت النقط دي عشان يباين ان دي نقط طبعة للفاقرة دي فممكن تحطها عادي او تحط لها البولت دي. الاشكال اللي انت شايفها دي ممكن لو انت عايز تخليها ارقام. فممكن تحط الارقام بالشكل ده كده. تمام? حابب تشيل الحروف دي مسلا فتضغط هنا وتقول له نان. اه لو افترضنا ان انت في عندك مجموعة نقط وكل نقطة بتحتوي على تلات اربع نقط. تمام? فانت ممكن تروح من البولت دي. هو هنا هيجي يقول لك مسلا واحد اه النقطة الاولى وتحت منها اي بي سي. النقطة التانية وتحت منها اي بي سي. النقطة التالتة وتحت منها اي بي سي. لو دي طبعا مجموعة نقطة متعلقة او مرتبطة بعض. طيب المجموعة اللي احنا اخدناها دي بتاعت الفورمات والمجموعة التانية دي اللي احنا اخدناها. لها مكان تاني نقدر آآ نستخدمها منه. هو عن طريق البوكس ده. هنضغط عليه من هنا مسلا. ده هيجيب لي كل الجزء اللي انا تعلمته ده الجروب ده بالكامل هيجيبهولي. تمام? انت لو عايز تختار نوع الخط هتختار من هنا ودي استخدمناها من هنا. آآ الكلام ده كله وده اللي احنا استخدمناه هنا. برضو هتختار من هنا بتاعك من هنا. آآ الجزء بتاع آآ طبعا انت لو ما بتيجي تختاروا اي حاجة هو اللي عندكم تحت ده بيبين لكم. الحاجة اللي انت اخترتها هي بشكلها عامل ازاي في الجملة بتاعتك. تمام? في دابل في كل ده احنا شرحناه. تمام? تمام? هي بالخط بتاعك او كلام بتاعك بالشكل ده. بالشكل ده لو عايز تخفي كلمة معينة فهتضغط عليها من هنا هتخفي لك الكلمة. وبعدها بتختار التنسيقات المناسبة لك من هنا بتضغط على اوكي بعد كده بيسايف معاك الحاجات اللي انت اخترتها. وفي الجروب التاني ده برضو لو ضغطنا هنا. البوكس ده مهم جدا يا جماعة. هو في الامتحان بيجي يقول لك مسلا. آآ آآ اعمل لي الهوامش بتاعتك تمام? آآ بيديك ساعتها رقم معين انت تزبط به الهوامش بتاعتك. يعني بيقول لك الهوامش بتاعتك اعملها لي مسلا اتنين ونص. الهامش اللي على ايدك اليمين اتنين ونص. الهامش اللي قبل الجملة. ويقول لك الجملة دي اللي هي بدأ بايه? اعمل لي الهامش بتاعها مسلا تلاتة ونص. فانت الهوامش بتاعتك ساعتها مش مش هتعرف تزبطها من هنا زي ما هو طالب منك. فيفضل ساعتها انك تخش على ده. وتبتدي تزبط الدنيا بتاعتك. آآ البوكس لونشر عندك هنا الجزء الخاص بالالاين. اللي هو اللي احنا شرحناه ده لو عايز تجيب الجملة اللي انت معلم عليها يمين شمال في النص. تمام? آآ بتاعتك لو عايزتك تم من اليمين للشمال او من الشمال لليمين بتختار اللي انت عايزه. طبعا كل ما بتختار اي حاجة هو بيوريك تأثيرها على الجملة بتاعتك تحت هنا في دي او في ده. تمام? آآ فيه هنا اللي هي الهوامش آآ بتاعتك الهوامش بتاعت بداية الجملة. يعني لو انت كاتب الجملة من الشمال لليمين فبيزبط لك الهامش اللي هو من الشمال. هو لو كاتب من اليمين للشمال فهو بيزبط لك الهامش اللي هو من اليمين. آآ هو هنا بيجي يقول لك انت عايز بفور ولا افتر بفور يعني من اليمين وافتر من الشمال عشان لو جالك في الامتحان. تمام بفور ده اللي هو قبل الجملة اللي انت محددها. وافتر اللي هو قبل اللي هو بعد الجملة اللي انت محددها. بتبتدي تزود من هنا كده. تمام? شوفوا التأثير من تحت جماعة ايه اللي بيحصل. تمام? او تنقص من هنا كده. وهنا كذلك. تمام? ده افتر. انا طبعا عشان اعمل هنا من من اليمين للشمال. فيعني لو عكستها هنا كده. شوفوا اللي بيحصل. تمام? الكلام ده كله انا شرحته هنا بس زي ما قلت لكم هنا هيفيدكم ان هو لو اديكم رقم معين عشان تزبطوا به الهامش بتاعكم. آآ ممكن يجي يقول لك مسلا زبط لي السطر الاول في الفقرة مسلا ويقول لك انه فقرة بالزبط. تمام? فانت المفروض لو انا مسلا معلم على الفقرة دي. ودخلت هنا. فهختار السطر الاول من هنا في وابتدي ازبط السطر الاول وبقية الفقرة او السطور اللي بيت الفقرة المفروض انها مش هيكره له اي حاجة. انا بزبط الهامش بتاع السطر الاول بس من هنا. تمام? ممكن يجي يقول لك مسلا زبط لي آآ سيب لي السطر الاول زي ما هو وزبط لي بقية السطور اللي في الفقرة دي. فهتختار من هنا وتبتدي تزبط هتزيب السطر اول زي ما تش شايفين معايا تحت ويبتدي يزبط لك بقية الفقرات. ممكن تكتب هنا على طول زيرو يعني. آآ القصة بتاعة المسافات اللي ما بين الفقرة دي والفقرة اللي قابليها او اللي بعديها او المسافات اللي ما بين السطور الجزء اللي احنا شرحناه هنا ده. فسبيسنج هنا دي دي بتزبط لك الجزء الخاص بالفقرات يعني بصوا الفقرة اللي انا معلم عليها. بصوا على الديس بلاي هنا. اضغط بالشكل ده. ده بيفور. فهو بيقول لي الجزء اللي قبل الفقرة دي هيبقى بالشكل ده. اضغط هنا شايفين المسافة بايت عاملت ازاي? اعلم تاني. بخش على ده. وابتدي اقل المسافات. طبعا لو عايز تزبط المسافة اللي بعد الفقرة دي فهتضغط على من هنا. ده المفروض هيزبط لك المسافة اللي بعد الفقرة دي. لو انت عايز تزبط بقى المسافات ما بين السطور فعندك هنا ممكن يجي يقول لك اعمل لي الخط ده اه اعمل لي مسافة او تمام? على حسب ما يطلبها منك. او ممكن يجي يقول لك مسلا يديك رقم معين. فهتبتدي انت تزبط الرقم ده. ممكن يقول لك واحد ونص. تمام? ممكن يقول لك المسافة دي مسلا خليها لي لأ. تلاتة ونص. المسافة ما بين السطور. تمام? هنضغط اوكي مسلا. في برضو هنا في حاجة اسمها ستايل. الستايل دي انت هوم اديك مجموعة جهزة تقدر تزبط بيها الستايل بتاع الكلام بتاع الفقرة بتاعتك. يعني انا معلم على الفقرة دي مسلا. في مجموعة ستايلات جهزة. الستايلات دي بقى داخل فيها داخل فيها الكالر. داخل فيها البولد داخل فيها كل حاجة داخل فيها بتاع الكلام بتاعك. وتضغط هنا وتبتدي تشوف الستايل المناسب ليك وتبتدي تختاره. بكده ايو انا وصلت لنهاية فيديو ده وزي ما قلت في الجزء الاول من شرح برنامج الورد من شهادة وانتظروا ان شاء الله الاجزاء اه او الجزء التاني والتالت اللي هينزره ان شاء الله قريب جدا. اه متنسوش بقى لايك شير سبسكرايب في القناة ولو انتم مشتركين في القناة متنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله في القناة ويلا اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايزة. اشتركوا في القناة